اهلا بكم كلنا نعرف او نسمع عن جائزة نوبل وفروحها الخامسة في الفيزياء والكيميا والطب والادب والسلام ودي الجائزة اللي بدأت سنة 1901 وبالمناسبة فاز بيها اربعة مصريين هم الرئيس السادات نجيب محفوظ احمد زويل محمد البرادين سنة 1980 حول ناشط وكاتب الماني سويدي اسمه جاكوب يوسع نطاق جوائز نوبل ويدخل فيها فروع عصرية زي ايه زي البيئة حول انسان التنمية الصحة التعليم لكن معرفش يعمل ده المهم اخونا جاكوب عمل جائزة بديلة لجائزة نوبل بنفس انظامها سماها جائزة الحياة الحقة وبقى متعارف عليها بانها جائزة نوبل البديلة وبتتعمل بنفس مراسم نوبل التقليدية في مبنى البرلمان السويدي احنا في مصر عندنا تلاتة مبدعين فازوا بجائزة نوبل البديلة زي ما عندنا اللي فازوا بجائزة نوبل التقليدية مين بقى التلاتة اللي فازوا بجائزة نوبل البديلة هتلاقي منهم المعماري الفاز الدكتور حسن فتح والدكتور ابراهيم ابو العيش انا بقى النهاردة عاوز اكلم حضرتكو عن الدكتور حسن فتحي شيخ المعماريين والمركة المسجلة في العمارة المصرية اول مصر وعربي يفوز بجائزة نوبل البديلة حسن فتحي اسكندراني اتولد في مارس سنة 1900 والاسكندرية مدينة فيها كل الجنسيات والثقافات ونمزج العمارة الاوروبية بكل مدرسة لما وصل عمنا حسن فتحي للمرحلة الجامعية دخل مدرسة المهندس خانة في جامعة فؤاد الاول اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة وبقى معا دبلوم العمارة سنة 1926 المعماري حسن فتحي كان صاحب رؤية طوع العلم علشان ينفزها وتبقى اكتر من كونها اسلوب سكن لكن اسلوب حياة كانت فكرته ايمة على اننا لازم نستفيد من البيئة اللي حوالينا ونتعايش مع طبيعة الجو عندنا بالبلد كده نعيش عيشة اهلينا ما نستوردش اشكال بناء من برا لا بتنفعنا ولا بتناسب طقصنا طب ازاي قدر المعماري حسن فتحي انه ينفز هذه الفكرة ازاي بقى مركب مسجلة في العمارة بالمناسب مش في مصر بس لكن في العالم كله تعالوا اكمل لكم قصة المعماري العالمي حسن فتحي ابن مصر الحائز على جائزة نوبل البديلة لكن بعد الفاصل بجدل التحية لحضراتكم وبقول لكم النهاردة انا بتكلم في مركب مسجلة عن المعماري الفاز حسن فتحي حسن فتحي بدأ اول شغله كمهندس في البلدية اللي هي المحليات دلوقتي وتكلف سنة 1928 بتصميم مشروع مدرسة تلخة الابتدائية كان سعيد جدا بالتكليف ده لان من شبابه هتلاقيه كان متعلق بالريف وطبيعة الريف كان نفسه يطلع مهندس زراعي لما راح بقى علشان يصمم المدرسة دي درس حياة الناس قرر يعتمد على انه يطور نموذج البنى الريفي ويدمجوا مع النموذج النوبي ويعمل بيوت مبنية من الطوب اللبن يبقى تصميمها مناسب للمصريين وطبيعة حياتهم وفي نفس الوقت ماشى مع حالة الجو بعد كده اطلب منه تصميم دار مسنين في محافظة المانين بس اتحط له شرط قالوله عايزين تصميم عادي وتقليدي مش عايزين افتكازات حسن فتحي قالك يا عم دول هيتشرطه ويفطصوا لي افكاري خدها من اصيره وقدم استقالته سنة 1930 يعمل ايه بقى المعماري حسن فتحي راح مدرسة الفنون الجميلة العليا وقابل مديرها الفرنساوي وقال له انا عايز اشتغل معاكم في قسم العمارة ممكن وقتها ما كانش فيه ولا مصر بيدرس في المدرسة كلهم اجانب لكنه اتقابل ودخل هيئة التدريس في الفترة دي نجح حسن فتحي انه يحط تصميم تحفة معمارية اسمها فيلا جرافيس وبيت الجمعية الزراعية الملكية في باتين ده كان اول مشروع يتعمل بالطين على النموذج النوبي وبنظام الابا فضل حسن فتحي في مدرسة الفنون الجميلة مستنى الفرصة عشان يبدأ ينشر افكاره لحد سنة 1946 وقتها تكلف بتصميم مشروع قرية الكورنة في الاقصر سكانها حوالي 3500 نسم ما عندهمش بيوت عايشين بشكل عشوائي او في خيام وكهوف بين الاثار والتمثيل المصري اخيرا جات الفرصة المناسبة لعمنا المعماري حسن فتحي عشان يطبق افكاره اللي بقى اسمها عمارة الفقراء اشتغل حسن فتحي في القرية حط تصميمات البيوت اللي ليها قباب مدخلها وسعة نفذ حوالي 130 من اصل 900 بيت كانوا مطبين ونفذ منطقة سوق تجاري كانت المباني شكلها مميز جدا لكن فجأة وقف الشغل في القرية بحجة ان فيه فيضان هيدمر البيوت لكن الحقيقة ان كان فيه ناس مش عايزة حسن فتحي يكمل مشروع هتلاقي ان فيه دايما ومن زمان حزب عداء النجاح منطق حسن فتحي للبنى ان القباب دورها هو تلطيف الجو والمداخل الواسعة بتعمل طيار هوا وان البيوت ما تحتاجش طول الوقت انها تستخدم الكهرباء في الإضاءة كان شايف ان الابراج ونطحات السحاب دي افكار ما تنسبش المصريين وان الاتجاه في خنق البيوت في شبابيك الالوميتال جريمة في حق المصريين استوردناها من اوروبا وهي ما تنفعناش لانها بتخلي بيوتنا حبيسة الهوى فيها محبوس المركة المسجلة حسن فتحي كان شايف ان البناء بالطوب اللابن ممكن يتعمل منه بيوت برحة وقصور وفلل ومدارس بس هو كان بيحارب روتين اقوى منه وانتصر منهج علب الكابريت على عمارة البراحة لكنه في الفترة دي ابدع تصميم فيلا عزيزة هانم حسنين ومسجد البنجاب في الهند وفي كل مرة كان بيقدم حاجة جديدة في علم العمارة المهم لما مشروع قرية القرنة في الاقصر توقف وطقته في محاربة الروتين خلصت سافر برا مصر اشتغل في اليونان لمدة سنتين وبعدين رجع مصر اشتغل في مشروع تجريبي لإسكان الشباب تبع وزارة البحث العلمي عمل تصميم لقرية باريس في الفيوم وده اللي قدر فيه بأسليب العمارة يقلل درجة الحرارة جوه البيوت عرف كم درجة؟ 15 درجة مئوية عن الجو برا البيوت دي بسبب ايه؟ بسبب استخدامه لخمات معينة في البناء وطرق التهوية الطبعية بعد كده الأمم المتحدة انتدبت حسن فتحي كخبير في مشروعات داخل المملكة العربية السعودية اشتغل كمان خبير معماري في معهد في شكاوة المعماري حسن فتحي قدم خبراته كلها في 6 كتب هي خلاصة فلسفته في العمارة اشهرها كتاب عمارة الفقراء وكان اول معماري ياخد جيزة الدولة التشجيعية سنة 59 من بين تكريمات كتير اشهرها جيزة نوبل البديلة في السويد سنة 1980 المركة المسجلة المعماري الفز حسن فتحي رحل عن دنيانا عن عمر 89 سنة بعد ما تم اختياره افضل معماري في القرن العشرين تقيل اللي كانوا بيوقفوا المراكب السايرة بتاعته اختروه افضل معماري في القرن العشرين لانه انشغل بالفقرة وبنالهم اثور من طين حسن فتحي اجتهد وحدد لنفسه طريق دور على مبدأه ومش وراه وكان واثق في نفسه كان جريء في افكاره مهما كانت بتتحارب والاهم انه ابدع في تنفيذ الافكار دي ده كتالوج نجاح حسن فتحي لأي شخص عايز ينجح يقدر يمشي عليه ويبقى مركة مسجلة